وقعت هيئة علماء المسلمين مذكرة تفاهم لبناء شراكة وتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية في العاصمة الأردنية عمان وجرت توقيع في مقر المنتدى خلال زيارة الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين للمنتدى حيث التقى الدكتور الضاري خلال الزيارة التي رافقه فيها وفد ضم نائب مسؤول القسم المهني وعدد من أعضاء الهيئة في مكتب عمان المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى وأبدى المهندس مروان الفاعوري ترحابا كبيرا بزيارة وفد الهيئة وأعربا عن امتنانه لهذه الزيارة واستعداد المنتدى لتقديم كل ما يمكن في سبيل تحقيق بنود مذكرة التفاهم التي تضمنت التعاون في مجالات عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة القضايا المعاصرة ذات الاهتمام المشترك من منظور وسطي وتدريب الآئمة والخطباء وإعدادهم وتبادل الإصدارات والنتاجات العلمية والتطويرية بدوره شكر الدكتور الضاري الأمين العام للمنتدى على ما أبداه من ترحاب وتعاون وأكد على ضرورة التواصل والتعاون المثمر بين الهيئة والمنتدى وكانت الهيئة قد وقعت عدة مذكرات تفاهم وتعاون مشترك مع الجامعات الأردنية خلال الأشهر الماضية في إطار جهود القسم المهني لفتح آفاق التواصل المشترك مع الجامعات والروابط العلمية والمهنية